اشتركوا في القناة واحد وعشرين عشرة القمر ما زال موجود في منزلة النعائم وهي للصلح والسرعة والتقريب والتفريق ورح يمكث فيها حتى تمام الساعة خمسة واربع وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج لا ينتقل بعدها لمنزلة البلدة وهي للثبات والربح والسلامة طبعا القمر الآن موجود بالقوس لغاية ساعات الصباح فعشان هيك يظل جو البهجة أو المزح أو المراح نجد الناس عندهم نوع من أنواع المراح هيك أكثر ننطلق على سجييتنا أكثر وبيتجه تفكيرنا من خلال تفاؤلنا لعالم الفلسفة والدراسة الدينية ومن ميل للترحال والسفر والرياضة والمغامرة وبوسعنا اقتراض مال ودراسة لغة جديدة والاستمتاع بهواية ما وتجربة الحظ أو التخطيط لرحلة ما أو إجراء مكالمة مع شخص في مكان بعيد طبعا هذا الأمر راح يظل لساعات الصباح من الآن لغاية ساعات الصباح في زاوية وحدة اللي هي زاوية تسديس إيجابية راح تكون بين القمر والشمس راح تكون في تمام الساعة ثلاثة وثمانية وثلاثين دقيقة فجرا منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنتلقى المساندة والدعم من الأصدقاء نتجه لتغليب العقل ومنصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا طبعا بعد هاي الساعة مباشرة في عنا خلو المسار خلو المسار للقمر راح يبدأ في الساعة ثلاثة وثلاثة وثمانين دقيقة فجرا ورح يستمر لغاية الساعة ستة وثلاثة واربعين دقيقة صباحا في هاي الفترة يعني القمر بيكون ما بيشكل أي زواية وبينتقل من برج لبرج في هاي الفترة بنسميها فترة خلو المسار وفترة خلو المسار هاي فترة سلبية لا تصلح لأي خطوة جديدة مهمة في حياتنا وبيشمى ذلك موليد جميع الأبراج دون استثناء أما بالنسبة للقمر بعديها بعد انتهاء خلو المسار ساعة ستة وثلاثة واربعين دقيقة صباحا بيكون استقر بالكامل في برج الجدي وبلش يشكل أول زوايا لإله وفي الفترة هاي منعود لطبيعتنا الجدي ومنحاول إنجاز عمل متراكم نجد إنه الأمور ما بتصير معنا بسهولة وبتسيطر علينا روح التشاؤم أو على البعض منه علينا الإجتهاد أكثر بوسعنا الشروع بعمل جديد وشراء تحفي أثرية والبدء بحمية وشراء بوليس التأمين الأمور بحاجة لأكثر من محاولة لإنجازها أو يعني إنجاز بعض الأمور وخصوصا الأمور الصعبة أو المهمة اللي بتحاول إنك تنجزها بالفترة هاي أول زاوية رح تتشكل طبعا طول النهار الزوايا كلها رح تكون زوايا غير متصلة يعني زوايا ضعيفة إحنا منسميها أول زاوية رح تكون في ساعات المساء هي زاوية تزديس إيجابية رح تكون بين القمر وعطارد رح تكون في تمام الساعة سبعة أو ثمانية واربعين دقيقة مساء منشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة لنشاط في الذاكرة وسرعة البديهة أما بالنسبة للزاوية البطيئة اللي هي أغلب النهار رح تكون متشكلة هي زاوية تثليث إيجابية بين الزهرة وبلوتو وهاي رح تكون في تمام الساعة تسعة وواحد واربعين دقيقة مساء بتخلق جو عام من السعادة من الناحية العاطفية وبتتأثر العلاقات الزوجية ناجحة إيجابيا بحيث أنه ممكن هيك تدعم أكثر أو تتعزز أكثر وأكثر أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تثليث إيجابية رح تكون بين القمر وارانوس وهاي رح تكون في تمام الساعة عشر وواحد وثلاثين دقيقة مساء بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك أما بالنسبة للقمر بما أنه رح يكون موجود بالجدي معناة خلو المسار القادم رح يكون يوم ثلاثة وعشرين عشرة بيبدأ في تمام الساعة أربعة واربع وثلاثين دقيقة صباحا ورح يستمر حتى تمام الساعة وستعشر دقيقة بعد الظهر لا ينتقل بعدها لبرج الدلو أما بالنسبة لعمر القمر القمر الهلال خمس أيام في تمام الساعة ثمانية وثمانية واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج بصير ست أيام نسبة الإضاءة بتصير خمس وعشرين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الميزان حتى يوم اثنين وعشرين عشرة يعني ليوم الغد المزاج اليوم رح يكون سعيد لأنه فكت الزوايا الغير المتصلة اللي كانت موجودة ما بين الشمس وما بين الكواكب اللي موجودة في برج الجدي وبلش تتشكل زوايا إيجابية اللي هي زوايا التزديس ما بينه وبين القمر فعشان هيك اليوم نعطيها نسبة حضوظ أرباطاش في المية أما بالنسبة للقمر حكينا القمر في القوس وفي ساعة الصباح رأيه ينتقل للجدي ثلاث وعشرين يعني رح يستمر فيه لغاية ثلاث وعشرين عشرة المزاج سعيد بنسبة خمسين في المية لأنه رح يشكل ثلاث زوايا هي زاويتين وقت تزديس مع الشمس مع عطارد وزاوية تثليث رح تكون مع أورانوس عشان هيك لاجواء بتكون إيجابية للقمر ومنسميها سعيدة بنسبة خمسين في المية بالنسبة لعطارد طبعا لأنه بيتراجع في العقرب ورح يرجع كمان للميزان ورح يستمر التراجع هذا لغاية يوم ثلاثة احداعش فهو منتحس حتى لو بعمل إيش ما عمل من زوايا إيجابية بنظل نسبة الانتحاسة تصل لأربعين في المية أما بالنسبة للزهرة فالزهرة في العذراء حتى يوم ثمانية وعشرين عشرة المزاج سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية لأنه بتشكل زاوية تثليث مع ثلاث كواكب اللي موجودة بالجدي اللي هو مع المشتري وبلوتو ومع زحل بالنسبة للمريخ في الحمل بيتراجع حتى يوم ثلاثة عشر طبعا منتحس بنسبة ستين في المية بسبب الزوايا اللي بيشكلها مع الثلاث كواكب اللي موجودة في برج الجدي زاوية تربيع فبيشكلها مع المشتري مع زحل مع بلوتو وبرضو تراجع لحاله صعب فعشان هيك بنعطي نسبة النحوسة ستين في المية أما بالنسبة للمشتري في الجدي حتى يوم تساطاش اتناش مزاجه منتحس بنسبة عشر في المية بسبب الزوايا التربيع اللي بتتشكل فعشان هيك بيظل في نسبة نحوسة ومكانه مش قوي بالنسبة لإله فعشان هيك بنعطيه نسبة النحوسة عشر في المية زحل في الجدي حتى يوم سباطاش اتناش برضو مزاجه سعيد بنسبة خمستاش في المية اللي عز زقوته صحيح هو والمشتري موجودين في نفس البرج ولكن زحل في بيته فعشان هيك بنعطيه نسبة الحضوض إله خمستاش في المية أورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم أرباطاش واحد مزاجه ممتزج اليوم أول شي هو بعملية تراجع صحيح لأرباطاش واحد ولكن ما في أي زاوية بشكلها إلا زاويتين واحدة تقابل وهي تقابل منفصل ما بينه وبين عطارد ولكن زاوية التثليث القوية ما بينه وبين القمر هي اللي شوية بتعطيه شوية حضوض فعشان هيك ما بين تراجع وما بين حضوضه فمنحكي مزاجه ممتزج أي متقلب بالنسبة لنبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم تسعة وعشرين احداش مزاجه ممتزج برضو نفس الشيء رغم أنه هو بشكل زوايا يعني هي اللي أضعفت عملية النحوس تبعته اللي هي زوايا التزديس مع الكواكب اللي موجودة بالجدي وبلوتوف الجدي مزاجه سعيد بنسبة خمسة عش في المية وهو مستمر لمدة طويلة في برج الجدي وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا اليوم بتنشطه في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيما لبعيدة حتى على مستوى الامتحانات والمراسلات لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح يبين صب اهتمامكم حول عملكم ومصالحكم الاجتماعية اهم انك ما ترتج للمواقف والتصاريح عشان ما تقع ضحية الفوضى وعدم التنظيم ممكن تضغط عليك المسؤوليات اكثر او تواجه امر صعب ومعقد التزم بالمسؤوليات فترة مواعدة باشي الو علاقة اما بالعمل او ايه لو علاقة ببعض العلاقات والمعارف اللي ممكن تتعزز او يبادر بمساعدتك او بنجدتك بامر ما ولكن هذا بيت السمعة بنقولك لا تجازف ولا تغامر ولا تدخل باي مواجهات طبعا وجود المريخ في بيتك الاول والزوايا اللي بيشكلها زي ما حكينا بالامس هي بتأثر على اخر موليد العشرية الثانية وبداية العشرية الثالثة هدولا اكثر الناس اللي بدهم يضبطوا اعصابهم وانفعالاتهم ممكن شوي عصبيتهم تطلع او يعني شوي اشي يستفزهم حاولوا انكم ما تخوضوا في الامور عشان ما تتفاقم الاجواء اكثر عليكم الوضع بالنسبة للبيت السابع جيد بعزز النقاط والقوة ما بينكوا بين الشركاء او تدعيم العلاقة ما بينكوا بين الازواج تحديدا وبتكون النتائج ايجابية طالما انت ضبط اعصابك ما كان فيه اي توترات عندك ممكن شوي يكون في بعض الملاحظات على صحة احد الاحبة اما بالنسبة العطارد عطارد يتراجع وهو في بيت الشراكة للك الشراكة المالية فعشان هيك يبدأ تحذر من بعض المحتالين او المصابين او اثناء توقيعك على بعض الاوراق او المعاملات لانه تطلب منك التدقيق اكثر بالنسبة للزهرة ابتدعمك بقوة على مستوى العمل ومستوى ايات الها علاقة ما بعمل او مع زملائك بالعمل اكثر او فرصة معينة ممكن انك انت تستفيد منها خلال هذا اليوم او امر استشفائي او طبي او مراجعة طبية بالنسبة لنبتن طبعا بيعزز نقاط الها علاقة في بيت المتاعب بما انه بقوة فهو بيحميك وبساندك في بعض النقاط بيمنحك بعض الحضوض على مستوى العمل على مستوى الصحة واورانوس بيحدث بعض المفاجآت خلال هذا اليوم على المستوى المالي فممكن شوي يا اما فرص مالية يا مكاسب يا تحصل اموال للك كان صعب انك تحصلها بالفترة الماضية برج التور بتنهمك في عادة تنظيم اموالكم او اموركم المالية المشتركة اهم شانك تخفف من النفقات لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بتنشط في مجال السفر والاتصالات خصوصا لبعيدة كما لقاء او فرصة بتفتح امامك ابواب سفر او التسويق او النشر او الدراسات العليا بتفرح لانتصار او لرحلة او لمشاركة ناجحة تحرك في مختلف الاصعدي لاجواء داعم للك وبقوة اما بالنسبة الى البيت اللي اساسي اللي احنا منحذر منه اول اشي اورانوس اليوم رح يحدث بعض المفاجآت للك ممكن تكون سارة شوي وتساعدك في بعض النقاط اللي رح تكون لمصلحتك على مستوى العمل في انجازات او في انجاز عمل ما ممكن يكون صعب او تعزز بعض نقاط القوة الها علاقة اما بزملائك بالعمل او تحسن على المستوى الصحي في بعض المسائل او ممكن يعني تهتم بمسائل او عقود او اوراق او مناقشات الها علاقة بتطوير مكان عملك اهم اشي انك تنتبه لصحتك من بعض التقلبات اما بالنسبة العطارد فهو بيسوي سوء تفاهم ما بينك وبين الشريك وممكن شوي يعني خلاف او حسسية او تتحسس من موقف ما اهم اشي انك ما تخلي الخلافات تتفاقم ما بينك وبينه تضبط اعصابك ما في داعي للانفعل الزهرة بتعزز النقاط العاطفية عندك بقوة وبتخلي فيه نوع من انواع ممكن احد الوالدين او احد الابناء او حتى الاهتمام ببعض المسائل اللي الها علاقة بالتجميل او الاهتمام بالشخصية او الخروج للترفيه المريخ طبعا بيقولك ما تدخل على اماكن مشبوهة انتبه بانجاز اعمالك من السهو او الطيش في بعض المسائل وخصوصا اللي هم موليد قلنا اخر العشرية الثانية اول العشرية الثالثة واحذر من دخول لكن مجهولة اما بالنسبة لابيتك 11 اللي الو علاقة بالاصدقاء فاليوم ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة او مناسبة او تسعد بلقاء بعض الاصدقاء بالاجواء تقريبا ايجابية ودعملة الى لك بقوة برج الجوزاء بينصب اهتمامكم حول تدعيم شراكاتكم بتظل الاجواء الرومانسية مشجعة بلغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بتعيد ضبط ميزانيتكم ادخل التعديل على نمط حياتك لا تتماشى مع التقدم والتطور في محيطك بيطمئن بالك وبتفرح لتطور ماه فترة جيدة لتصحيح خطأ او لتكرار محاولة سابقة طبعا الشمس اليوم برضو بما انها قوية في مكانها بتخلي الاجواء العاطفية ممكن تستمر معك حتى ساعات المساء يعني الاجواء عاطفيا جيدة حتى اهتمامك باحد الابناء او احد الوالدين ممكن يكون وارد اما بالنسب العطارد فبقول لك ركز بشكل قوي جدا على الامور اللي الها علاقة بالعمل فهو موجود هو اللي بيركز على نقاط العلاقة بالتشتيت او انه يتشتت ذهنك في بعض المسائل ممكن خطأ معين او عدم الانتباه برضو راعي نفسك بالتحركات انتبه من الاصابات او من بعض الامور الصحية اللي بتيجي بشكل مفاجئ وخصوصا على مستوى الجهاز العصبي اما بالنسب للزهرة فهي بتدعم العلاقات المنزلية والعلاقات اللي الها علاقة بالبيت وعلاقتك مع افراد العائلة ممكن تخوض بنقاش او حوار ويكون ايجابي او تحدث بعض التغييرات اللي الها علاقة في المنزل او الاهتمام بفرحة او مناسب ما تتعلق في احد افراد العائلة اما بالنسب للمريخ فهيقول لك دير بالك اثناء تعاملك مع بعض الاصدقاء اللي شوي ممكن شوي هيك يكون في نوع من انواع الصعوبة او سوء تفاهم ما بينكم او حدية بالطباع او نزوة معينة او يغرر فيك احد الاصدقاء وخصوصا منحذر اخر مواريد العشرية الثانية وبداية العشرية الثالثة اما بالنسب للجدي فكما ذكرنا في بداية التوقعات اللي له علاقة في الاموال المشتركة اكثر شيء وبعدين الامور اللي لها علاقة بالعلاقات والمعارف الاجواء جيدة وممكن اليوم يكون مناسب لتقديم طلب او لعمل والاهتمام ببعض المسائل اللي الها علاقة بصحة احد الاحبة برج السرطان انجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون اهمال صحتكم لغاية ساعات الصباح بعدين بينصب اهتمامكم حول تعزيز شراكاتكم حافظ على هدوءك وما ترتجي الكلام او توجه ملاحظة فخصمك بالفترة هاي قوي وما بيرحم هاي الفترة بتحملك او هاي الايام بتحملك اشي العلاقة اما بارتباط مهم اهم اشي انك تحافظ على اعصابك وما تكون عدائي اما بالنسبة الى امور اللي بتتعلق بالبيت فالاجواء تقريبا من الشمس اليوم جيدة جدا وبتدعمك بقوة فممكن اليوم تعزز بعض نقاط القوة اللي الها علاقة بالمنزل او العائلة او الاهتمام ببعض افراد العائلة او حتى تطوير مسألة ما الها علاقة بالبيت الاهم ضبط الاعصاب زي ما حكينا ممكن تظهر بعض الاعطال او الاهتمامات المفاجئة اما بالنسبة العطارد فهو بيضغطك وبعمل سوء تفاهم ما بينك وبين الاحبة ممكن يكون يعني شوي يصير بعض الاشياء او الاشكالات اللي الها علاقة بنزوي او بامر عاطفي يعني زي سوء تفاهم الزهرة بتدعمك بتنقلاتك واتصالاتك وحواراتك وحتى برحلة او ترفيه او اثناء تعاملك مع احد الاخوية او احد الجيران بتدعمك على مستوى الدراسة وبرضو على مستوى الامتحنة اما بالنسبة للمريغ فبيحذر موليد اخر العشرية الثانية او العشرية الثالثة من سوء تفاهم او من خطأ معين او شيء بمس السمعة انتبه لا اي شيء بشوه السمعة وبرضو انتبه من اي سوء تفاهم ممكن يصير ما بينك وبين زملائك او رؤسائك بالعمل اما بالنسبة لنبتن فهو بعزز نقاط الها علاقة بالاتصالات البعيدة او خبر بجيك من خارج البلاد او الاهتمام ببعض القضايا اللي بتتعلق اما باشخاص مقيمين خارج البلاد او بقضايا الها علاقة بالامتحانات والدراسة الجامعية يعني الاجواء فيها نوع من انواع الايجابيات وبتساعدك بقوة خلال هذا اليوم اما بالنسبة لبيت الاصدقاء فممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة او مناسبة او تسعد بلقاء صديق وممكن انه اليوم يعني يكون في عندك زيارة معينة او انت تستقبل ضيوف برج الاسد بتظل الرغب العاطفي قوي جدا وبترغب في التقرب من احبائكم وتعزيز العلاقة معهم لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بيتراكم العمل عندكم اهم اشو انه ما تهمل صحتكم حاذر من تعب صحي او جسدي ممكن يمنعك من اداء واجباتك اليومي كما يجب ممكن تظهر مسألة عائلية او شخصية طارئة او تشعر بنوع من انواع التوتر الاجواء على مستوى تنقلاتك واتصالاتك تقريبا اليوم في نوع من انواع الحدية بالطباع رغم ان الاجواء بتساعدك بكثير من النشاطات وممكن حتى تنجز بعض الامور اللي الها علاقة بالامتحانات بشكل جيد ولكن يقول لك ما تعتمد على الحظ ممكن اليوم يكون لك نوع من انواع التعامل مع اخ او جار او مراسلات اما بالنسبة لعطارد عطارد بيحدث بعض المشاكل او سوء تفاهم او بعض الاحداث المنزلية او العائلية اللي ممكن شوي هي كثير حفيدتك او تخليك يعني متقلب المزاج في بعض الاوقات اضبط اعصابك قدر الامكان ما في داعي للانفعال ولا لاصدار قرارات تكون شوي مش لمصلحتك اما بالنسبة للزهرة فهي بتجيب فرص الليها علاقة بالوضع المالي فممكن مكاسب او تسترد بعض الاموال او هبات مساعدات دعم ما ولكن الاهم انك تقلل من المصاريف وتضبط ميزانيتك بالنسبة للمريخ بقولك ما تغامر على مستوى الامتحانات الجامعية او مع اشخاص خارج البلاد ممكن يصير فيه سوء تفاهم او تحتد بطباعك من مسألة ما ممكن تنزعج او تكتشف شيء الو علاقة اما بمكان بعيد او بسفر او بدراسة جامعية او باشي الو علاقة باكاديمية او جامعة حاول قدر الامكان ضبط العصاب اذا كان عندك سفر حاول انك تتفقد اوراقك وكل مستلزماتك بشكل كامل خوفا من النسيان او يعني نوع من انواع العطال اما بالنسبة للبيت الثامن الاموال المشترك ممكن تهتم ببعض القضايا اللي الها علاقة اما بسداد ديون او فوتير او ممكن هيك حسابات معينة تكون مؤرقة بالنسبة للك ما بنصحك باي مجازفات مالية بالفترة هاي حاول انك تتدخر بعض الاموال لالايام القادمة بتكون افضل اما بالنسبة لبيت السمعة طبعا اورانوس اليوم ممكن يجيب لك بعض الاعمال او الاهتمام بعمل ما او تحقق بعض الانجازات اهم انك تحافظ على علاقاتك وعلى معارفك حاول انك برضو ما تغامر وما تجازف وما تدخل باي شيء مشبوه حاول انك تبعد عن المخالفات القانونية برج العذراء بتظل الامور البيتية والعائلية هي اللي بتشغل فكركم طبعا هاي الامور رح تظل لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بتشتد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع احبائكم تفرح لانفراج ملموس ترتفع فرص النجاح تشتد عزيمتك وبتخل بخطوة مباركة وممكن تتلقى اشارة ايجابية وهي الفترة ممكن تحمل لك مناسبة يعني او فترة بتكون مناسبة لالتقاط انفاسك بعد عواصف ممكن يكون في عندك مناسبة شوي تكون جيدة اما لها علاقة بأحد الاحبة او حتى بفرحة معينة اما بالنسبة ل طبعا البيت الثاني وهي لها علاقة بالشمس وهي بتعطي اليوم فرص لها علاقة بالوضع المالي فممكن اليوم تحصل بعض المكاسب من الشمس اللي ممكن اما استرداد بعض الاموال او تنحل مشكلة لها علاقة اما بوضع مالي او باموال لا لك او استرداد بعض الاموال او عمل اضافي الاجواء جيدة ولكن الاهم التقليل من المصاريف شوي بدك تنتبه اثناء تنقلاتك من عطارد يعني حاول تركز بشكل جيد حاول انك ما تخوض باي مجازفات او كلام او انفعالات وما تتدخل بشؤون غير وابعد عن الانتقادات قدر الامكان ممكن اليوم تخرج بنزهة معينة او حتى انك تمارس سلطة او مثلا قرارات معينة او يكون لك تعامل مع اخ او جار بشكل ايجابي اما بالنسبة للشخصية فاليوم قوية جدا وثقتك بنفسك عالية جدا وممكن اليوم تهتم ببعض النقاط اللي الها علاقة بالثقة بالنفس او تعزيز طاقتك الداخلية انتبه اهم شي من الامور اللي الها علاقة بالاموال المشتركة من بعض الاخطاء اللي الها وما تغامر بالاموال المشتركة وابعد عن المراهنات بالفترة هاي حاول انك خصوصا الاشخاص اللي بيشتغلوا في مجال البورصة او الاسهم يعني بدهم ينتبهوا لان الفترة هاي متقلبة على اسعار العملات والسوق المالي اما بالنسبة الى بيت الشراكي الاجواء تقريبا اليوم تحمل بعض الايجابية او التفاهم او المصالحة اللي ممكن تكون ما بينك وبين الشريك يعني او ما بينك وبين الزوج ممكن تهتم ببعض مسائل الشراكة بشكل قوي اما بالنسبة لامور السفر فممكن يجيك خبر من خارج البلاد او تهتم باتصالات بعيدة او مراسلات او بامور الها علاقة اما بجامعة او بامتحانات في مفاجأة معينة او خبر ممكن شوي يشكل لك نوع من انواع المفاجأات برج الميزان طبعا اليوم بتنشطوا في امور الها علاقة بالسفر والاتصالات وبيكون لكم نوع من انواع التعامل مع اخ او جار اما في ساعات الصباح بتفضلوا الاجواء البيتية والعائلية اهم اش انك تلط في الاجواء العائلية خصوصا الضاغطة لانها فترة ممكن شوي تثير بعض الاضطرابات او الامتعاض من شيء ما له علاقها في البيت او في العائلة اهم بعضكو بيعاني من ازم مالية او اضطراب مالي او ممكن شوي بعض التقلبات على المستوى المالي اهم اش انك تقلل من مصاريفك وتركز بشكل جيد ممكن بعضكو يستفيد من عمل اضافي او مستردات او هبات ممكن تجي بشكل مفاجئ اما بالنسبة لبيت المتاعب ببيتك 12 بعزز بعض النقاط القوية اللي الها علاقة بالعمل والها علاقة بالصحة وممكن تهتم بصحة احد الاحباء اكثر او تهتم بمسألة الها علاقة بزملائك او رؤسائك بالعمل او عيادة مريض شوي بدك تضبط الاعصاب اثناء تعاملك مع الشريك خلال هذا اليوم لانه شوي في نوع من انواع الحدية او العصبية وخاصة على موليد اخر العشرية الثانية واول العشرية الثالثة اما بالنسبة لامور العمل فالاجوائب تحمل بعض الفرص او المكاسب او الاهتمامات في مكان العمل ممكن تحل مسألة معقدة وممكن يكون لك الاهتمام ببعض الزبائن او زملائك او رؤسائك بالعمل بشكل جيد وممكن بعضك يهتم بمسألة صحية بتتعلق فيه او في احد الاحبة الاموال المشتركة حاول قدر الامكان انك ما تخوض باي مجازفات مالية بدون ما تدرسها وتحللها وخصوصا امور اللي لها علاقة بالديون او لها علاقة بالاسهم برج العقرب اليوم بيحمل بعض الفرص او امور الها علاقة بالمكاسب المالية وخصوصا من الان لغاية ساعة الصباح في فرص لمكاسب مالية ومن جهة اخرى في برضو يعني شوية اشياء منحذر منها الها علاقة بالنفقات اما في ساعات الصباح بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات فترة مهمة للتواصل مع المجتمع وليسمع صوتك ممكن تقوم برحلة عمل وممكن تتحرك بفعالية معينة او كبيرة وتقوم باتصالات واسعة تسفر عن اتفاق او مصالحة او تعامل ما بينك وبين اخ او جار اما بالنسبة لبيت المتاعب فمنقول لك ما زالت الاجواء ضاغطة عليك يعني ايام بسيطة وبتبلش الشمس تعطي نورها على برجك بتخفف من الضغوطات او بعض الاعطال او سوء التفاهم اللي كان اهمش انك تنتبه لصحتك من بعض التقلبات ما ترهق حالك وما تجازف بالفترة هاي عطارد بنبهك من التسرع باتخاذ القرارات ومن الكلام الجارح او الحد في بعض الاوقات لانو ردات فعلك شوي بتكون يعني فيها نوع من انواع العصبية وانتبه اثناء تحركاتك وتنقلاتك الزهرة بتدعم من علاقاتك الاجتماعية وعلاقتك مع الاصدقاء فممكن اليوم يكون لك مناسبة معينة او يتوجه لك دعوة لحضور حفلة او مناسبة او تسعد بلقاء بعض الاصدقاء يعني اليوم الاجواء ايجابية حاول تستغلها بعلاقاتك ومعارفك فممكن يدعمك احد الاصدقاء في مسألة ما او نوع من انواع المبادرة تكون من احد الاشخاص اهم اشي انك تنتبه لعملك من بعض التقلبات وخصوصا من المريخ ومن حذر اهم الاشخاص اللي هم موليد اخر العشرية الثانية وبداية العشرية الثالثة من تقلبات على المستوى الصحي بشكل مفاجئ صحتكم او صحة احد الاحبة او امور الها علاقة بمشاكل بالعمل او يتراكم بعض الاعمال عندكم انتبه على هاي النقاط النبت بعزز بعض نقاط القوة ما بينك وبين الاحبة او تتلاقى انت والحبيب في مسألة ما وممكن اليوم يكون في امور ايجابية بالداعم من علاقتك العاطفية بشكل قوي يعني الاجواء ايجابية عاطفيا ما بينك وبين الحبيب او الاحبة او احد الابناء امور الشراكة الاجواء جيدة وبتعزز بعض نقاط القوة ما بينك وبين الشريك او الزوج وممكن تحمل اليوم مصالحة او يعني نوع من انواع التقارب او حتى الاهتمام اللي رح يكون متبادل ما بينك وبين الزوج او شريك المال برج القوس طبعا بتظلوا اليوم عندكم نشاط اكثر ومعندكم ممتلؤون كمان بقدرة عالية على انجاز الكثير من مشاغلكم في ساعات الصباح يعني الاجواء رح تتحول للاهتمام بالوضع المالي اكثر ممكن تعيدوا تنظيم ميزانيتكم اهمش انك ما تغامر باموالك اي فترة حذرة ماليا ومعنويا اهمش انك ما تتسرع باتخاذ قرارات حاسمة انت بحاجة لكل التعاطف والتضامن ممكن تحصل بعض المكاسب اللي بتجيك من عمل اضافي او مستردات او هبات ولكن زي ما حكينا حاول انك تخلل من مصريفك اما بالنسبة للعلاقات للصداقات والعلاقات اليوم جيدة فممكن تنشط بلقاءات او بزيارات او يتوجه لك دعوة لحضور حفلة او مناسبة او تسعد بلقاء بعض المعارف الاجواء ايجابية وممكن يبادر بعض الاشخاص لمساعدتك في مسألة اهمش انك تنتبه من بعض الاشخاص اللي بيكيدو لك او اللي بتآمروا عليك او ممكن بيستغيبوك في مسألة حاول برضو تنتبه لعملك وانجازاتك في مكان العمل بتركيز كامل وما تخلي ثغرات تستغل ضدك ممكن شوي تقلق على صحة احد الاحبة الزهرة بتدعمك على مستوى العمل بشكل قوي وبرضو بتفتح مجالات لعمل جديد وتعزيز علاقاتك مع اشخاص دو منصب او ممكن تكريم او هدية تجيك بشكل مفاجئ المريخ بيقولك دير بالك من اي سوء تفاهم او حدية بالطباع اثناء التعامل مع الاحبة وخصوصا الحبيب او احد الابناء او احد الوالدين كبير وخصوصا على موليد اخر العشرية الثانية اول العشرية الثالث هذول اكثر ناس بدهم ينتبهوا من هاي المشاكل او الخلافات بالنسبة لوضع البيت يعني الاجواء العائلية جيدة ومدعومة بقوة وثقة وممكن اليوم يكون في مناسبة او اهتمام ببعض الاعمال المنزلية زي صيانة وترتيب او يعني بعض الاهتمامات بفرحة او امر الو علاقة بمشتريات منزلية الوضع على مستوى العمل من اورانوس بيحدث بعض الاشياء اللي تيجي بشكل مفاجئ وممكن تكون لصالحك وممكن تدعم نقاط الها علاقة بقوة عملك او انه بانجاز بعض الاعمال اللي كانت صعبة يعني تنحط بامتحان مفاجئ ولكن الاجواء جيدة على المستوى الصحي ممكن بعض التقلبات ولكن بتمر مرور الكرام برج الجدي طبعا بيظل التعب مسيطر عليكم وعندكم هيك فقدان او لا رغباتكم او رغبتكم بمواجهة مشاغلكم وبتظل الامور ضاغطة عليكم حتى ساعات الصباح من ساعات الصباح تستعيد ونشاطكم وحيويتكم تستعيد حماستك وعزيمتك ممكن تمارس جاذبية لا تضاها للبدء بمشروع او خطة جديدة بتمتلك طاقة كافية للانطلاق بمشروع جديد او لحسم امر عالق الفترة هاي بتحمل لك خبر صار وخصوصا زي ما حكينا من ساعات الصباح الاجواء اليوم برضو بتدعمك على مستوى امور لها علاقة بالعمل او بمكان العمل او مع زملاء العمل وممكن تحملك لقاء مع بعض الشخصيات او حتى انجاز بمناسبة او تكريم او ممكن شوي هيك اشي اجتماعي ولكن كبير ممكن تكون هواية معينة او مؤتمر لبعض الاشخاص اما بالنسبة عن مستوى بيت الاصدقاء دير بالك من سوء تفاهم او خلاف او نقاش حد يكون ما بينك وبين بعض الاصدقاء يعني بدك تضبط عصابك قدر الامكان وخصوصا اكثر الاشخاص اللي ممكن يصير فيهم سوء تفاهم ما بينه وبين معارفه او اصدقاء هما موليد العشرية الاولى وبداية العشرية الثانية يعني الاجواء بتحمل بعض المعاكسات رغم انه ممكن يتوجه لك دعوي لحضور حفلة او مناسبة او ممكن لقاء بعض الاصدقاء الزهرة بتدعمك على مستوى الامتحانات الجامعية والسفر البعيد او التواصل مع اشخاص خارج البلاد او حل بعض المراسلات او يجيك مثلا بريد كان متأخر يوصل لك خلال الفترة هاي اللي عنده امتحان جامعي الفترة هاي ممتاز جدا حتى للمقابلات والمناقشات اما بالنسبة للوضع في البيت بيحتاج ضبط العصاب ممكن تتوتر او تقلق بشأن احد افراد العائلة او امر عائلي معين او امر الو علاقة بالمنزل شوي يكون هيك مربك بيتطلب منك نوع من انواع الاهتمام او نوع من انواع النظرة الخاصة لهاي الامور وحلها بعقلانية اكثر ممكن تحل خلاف معين ولكن انتبه من ردات الفعل السلبية او العصبية او المشاكل العائلية طبعا على مستوى تنقلاتك واتصالاتك جيدة واليوم سرعة البديهة قوية وعندك قدرة على الاقناع عالية ولكن اهم شنك ما تتدخل في شؤون غيرك وحاول انك تضبط اعصابك اما بالحوارات او النقاشات او حتى اثناء تعاملك مع احد الاحبة اليوم ممكن يكون في لقاء عاطفي او تطوير علاقة عاطفية ما بينك وبين الحبيب او ما بينك وبين احد الابناء او احد الوالدين برج الدلو طبعا بظل النشاط بينكم وبين الاصدقاء لغاية ساعات الصباح اما بلقاء او حفلة او مناسبة او ممكن مساعدة احد الاصدقاء ليلك ولكن من ساعات الصباح بتكون ديروا بالك لان القمر صار موجود في بيت المتاعب فرح تدخلوا فترة غير مريحة يبتلزمكم الانتباه اكثر لصحتكم اتجنب اتخاذ قرارات حاسمة ومهمة لانها فترة فارغة وفاشلة من الحضوض حاذر الافكار السودة والمعنويات المنخفضة وممكن يخيب املك او تتأخر اعمالك انتبه برضو لبعض التقلبات الصحية اما بالنسبة لامور الاتصالات البعيدة والعلاقة مع الاجانب فالاجواء جيدة جدا وبتدعمك بقوة فممكن تنشط باتصالات بعيدة او مراسلات او تواصل مع اشخاص خارج البلاد او الاهتمام بامتحان او مقابلة الاجواء تقريبا بتدعمك ولكن حاول انك تنتبه انه تدرس وتستعد بشكل جيد وما تعتمد على الحضوض اما بالنسبة لعطارد فهو بعزز يعني بعض النقاط اللي الها علاقة بمكان العمل ولكن تقلبات عطارد هي اللي شوي بتجيب لك بعض المشاكل انتبه فما تجازف ما تغامر ما تحاول انك تخالف القوانين بمغامراتك او مجازفاتك وانتبه على سمعتك حتى من بعض الكلمات حتى لو كانت بسيطة الزهرة بتدعمك على المستوى الاموال المشتركة وبتحقق بعض الانجازات خلال هذا اليوم اللي الها علاقة اما بالقروض او الديون او حل قرض ما او التزام مالي ما الوضع بدعمك بشكل جيد وممكن اليوم تحل مسألة الها علاقة بديون لا او ببعض الدعم اما بالنسبة لاتصالاتك وتحركاتك فحاول انك تكون حذر منتبه ما في داعي للمغامرة والمجازفة انتبه اثناء قيادتك للسيارة ممكن يصير في بعض الاعطال اللي الها علاقة بالسيارة او الها علاقة بالاجهز الالكترونية بدك تنتبه بشكل كبير برضو اثناء حواراتك ونقاشاتك وما تعتمد على الحظ شوي متسرع او عصبي وخصوصا موليد اخر العشرية الثانية اول العشرية الثالثة برضو اثناء حواراتك ما بينك بين احد الاخوة او الجيران تطلب ضبط العصاب منك بشكل كبير على المستوى المالي ممكن تحصل بعض المكاسب المائية خلال هذا اليوم اللي بتيجي من عمل اضافي او مستردات او هبات او نوع من انواع الدعم او من عمل اضافي ولكن بالاهم حاول انك تقلل من مصريفك اما بالنسبة للبيت الرابع في بعض المفاجآت اللي لها علاقة في البيت او العائلة او احداث معينة ممكن شوي تسبب لك نوع من انواع التوتر يعني حاول ضبط الاعصاب في هاي الفترة ما في داعي للانفعالات حلها بطريقة عقلانية مرج الحوت حافظوا على سمعتكم ومصالحكم القائمة في مجال العمل لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح ابتلتقوا الاصدقاء حاول تصحيح العلاقات المتردية وحاول انك ما تبقى وحيد فترى ناشطة وواعدة اما دراسيا او مهنيا او عائليا ابتكثر الاتصالات والموعيد عندك اليوم وممكن تسمع بعض الاخبار الجيدة اللي ممكن تغير من مزاجك اما بالنسبة للوضع الامالي فممكن اليوم تحصل بعض المكاسب المالية او تحل بعض الامور اللي الها علاقها في الاموال المشتركة ممكن صفقة او اهتمام باوراق مالية او ديون او التزامات لاجواء جيدة ودعم بقوة ولكن ما في داعي المالية عطارت بحذر من بعض الاتصالات مع اشخاص اما خارج البلاد او اشخاص اجانب عنك حاول انك يعني تركز بكلامك بطريقة الكلام ما في داعي للانفعال ولا للعصبية واللي عنده امتحان جامعي او عنده دراسة اليوم بده يدرس ويستعد بشكل جيد وما يعتمد على الحضوض نهائيا واللي اثناء قيادته للسيارة او اثناء تجهيز المعدات او الاغراض اللي بده يوخذها معاه بالسفر خوفا من النسيان او من فقدان امتعته على مستوى العلاقة ما بينك وبين الشريك او بينك وبين الزوج شريك المال او العاطف الاجواء جيدة اليوم الاجواء منسجمة شوي في تقارب كبير ما بينكم حاول انك تكسب هذا الامر وتعزز العلاقة ما بينكم بشكل اكبر الاجواء فيها نوع من انواع الايجابيات اما بالنسبة الى الامور المالية المريخ طبعا موجود في بيت المال وبشكل زوايا سلبية وبيتراجع فعشان هيك الضغط المالي هو اللي شوي بارقك ممكن الفترة هاي فيها ضغوط او مطالبات مالية او التزامات كثيرة او بارقك وضع مالي معين الاجواء ما بتطلب منك التهور ولا صرف لفلوس بدون حساب يعني قلل من مصاريف قدر الامكان الا انه ممكن تحملك بعض الفرص المالية اللي بتيجي بشكل مفاجئ اما بالنسبة للشخصية فاليوم اقوى ومرتاح نفسيا اكثر وعندك قرارات او قطوات معينة حابب انك انت تتممها عندك قدرة عالية على الاقناع وعلى التواصل وثقة بالنفس قوية اما بالنسبة لأمور التنقلات فاليوم ممكن يحملك بعض التنقلات او الاتصالات اللي ممكن تكون كثيفة شوي ويكون لك نوع من انواع التعامل مع اخ او جار او ممكن اليوم اللي عنده امتحان او مقابلة يعني يهتم بشكل الكبير في منكو رح يهتم ببعض المسائل اللي الها علاقة بالاتصالات والها علاقة بالمواصلات يا اما بهواتف او كمبيوترات او امور الها علاقة بالسيارات طبعا ان عجبك المحتوى حط لايك كومنت اذا عندك ملاحظة اكتب لي في التعليقات شو الملاحظة اللي عندك اذا ما عجبك المحتوى حط ديس لايك الغي اشتراكك وغادرنا بسلام في رعاية الله وحفظه اما بالنسبة لباقي الاصدقاء بشكرهم على كل شيء وعلى الكلام الطيب اللي ذكروا في تعليقات الحلقة الماضية قرأت كل التعليقات مؤازرتك ودعمك وكلامك الجيد اسعدني بشكل كبير لكم كل الاحترام والتقدير هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة